يواصل لنا بنامج أدوات اسم الخطوب والتعرف على مفتاح الذي نريد اسمه من شريعاته فنضغط على عداء لاي لرسم الخط ثم نضغط بمغادرة الأشخاص للصحب الذي نريده فنضغط مفتاح عداء العصر فيتأكد الخط وبإستخدام العداء السلسيك سوف يمكننا أن أقرأ الأشكال وتعرف بها وكذلك لعنى التعديلات الأشكال وذلك بالضغط المؤشر على أهل طرفي الخط بتغيير الخيل أو لتعرف موضع نقطة الخط بنفس الطريقة يمكننا تكوين العصر فنختار عداء العصر ونضغط المؤشر مع سلسيك لرسم العصر وبإستخدام العصر والضغط للصحب داخل الأشكال سوف يتم رجل التعديل المستطيع بالضغط على المفتاح أثناء اخدام الأداء سوف يتم رجل أشكال المرضعة سيار الأداء موغل وضغط مع الشحب داخل الصفحة سوف يتم رجل الشكل الأبيض بالضغط على المفتاح من لوحه المستطيع أثناء اخدام الأداء سوف يتم رجل مرضعة ولإجراء العديلات على أي شيء الأشكال لا بد من إفتارها أولا فنضغط المؤشر باستخدام داعي select على العنصر الذي نريده وإذا أردت الإختيار أكثر من المنصر في نفسه نبرط على shift من لغة المفاتيح أثناء الضغط على العناصر لإفتارها فنختار الجائرة والمستطيل ثم نضغط على الراحة الثالثة ونختار اللون الأسل من line نختار الأزرق ثم نضغط على الرمز line style ونختار جهده النمال ونضغط على style نختار أحد النمال والآن نضغط على الشهن نضغط على run style ونضغط على الشكل الذي نريده ثم نضغط على اللون ونموذج نطف line style المستخدم في تحريك أي مستخدم للأشكال نضغط على الرمز line style لهذا الراكس إلى الموضوع الذي نريده بإنسل صفحة العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر